أهلا وسهلا بكل حضراتكم متابعين تلفزيون اليوم السابع في كل مكان وتغطية جديدة قبل 98 عام ولد نظير جيد واللي كلنا عرفناه باسمه الشهير البابا شنودة بابا شنودة الأكثر تأثيرا في المنطقة العربية له قصة حياة مليئة بالتفاصيل والنهاردة بنحتفل بذكرى ميلاده بابا شنودة من موليد الثالث من أغسطس لعام 1923 هو من قرية سلام بمحافظة أسيوت وكان اسمه نظير جيد روفائيل ماتت والدته قبل أن تراه فكان طفلا وحيدا ولم يكن له أصدقاء أو زملاء درس البتريار الراحل في مرحلة قبل الابتدائية في محافظة أسيوت ودرس الصفين الثاني والثالث الابتدائي في محافظة الإسكندرية ثم عاد مرة أخرى لمحافظة أسيوت في السنة الرابعة وذهب لبنها مع أخيه الأكبر ومنها للقاهرة ثم التحق بمدرسة الإيمان الثانوية بشبرة التحق أيضا بجامعة فؤاد الأول قسم التاريخ وبدأ بدراسة التاريخ وحصل على الليسانس بتقدير ممتاز في عام 1947 وفي السنة النهائية بكلية الأداب التحق بالكلية الإكليركية ليدرس العلم اللهوتي وبعد حصوله على الليسانس بثلاث سنوات تخرج من الكلية الإكليركية وعمل مدرسا للغة العربية ثم عمل مدرسا للغة الإنجليزية أثناء حياته العملية حضر فصولا مسائية في كلية اللهوت القبطي وكان تلميزا وأستاذا في الكلية نفسها في الوقت ذاته كان أيضا خادما بجمعية النهضة الروحية التبعة لكنيسة العزراء مريم بمصر في حي شبرى بالقاهرة وكان أيضا طالبا بمدارس الأحد ثم خادما بكنيسة الأنبى أنتونيوس بشبرى في منتصف الأربعينيات التحق البابا شنود الثالث بكلية الحربية كمتطوع في عام 1947 لكنه لم يستدعى للقتال رغم اندلاع حرب عام 1948 إلى ذاك وقال البابا شنودة عن هذا العام الذي قضاه بالكلية الحربية أن هذا العام كان له أثرا بالغا في حياته في تعلم الانضباط التحق بسلك الرهبانة ورسم رهبانا باسم أنتونيوس السرياني في يوليو لعام 1954 وبعد سنة من رهبانته تمت سيامته قصا لعل واحدة من أغرب فصول حياته هي الفترة من 1956 حتى عام 1962 حيث عاش في مغارة لحو سبعة أموال عن مبنى دير مكرسا فيها كل وقته للتأمل والصلاة عمل سكرتيرا خاصا للبابا كرولوس السادس في عام 1959 وكان أول أسقف للتعليم المسيحي وذلك في عام 1962 عندما توفي البابا كرولوس السادس في عام 1971 وقتها أجريت انتخابات البابا الجديد وتوج البابا شنودة الثالث في هذا العام كان أيضا أول بتريارك ينشئ العديد من الأديراء القطية خارج مصر وعادة عمير عدد كبير من الأديراء المتهالكة اتدت أنشطة البابا شنودة للكتابة في الصحافة وكان أيضا بيكتب في جريدة الأهرام وكان عضوا في نقابة الصحفيين وكتب البابا القصائد الشعرية وكان أيضا محررا لعدة سنوات ثم رئيسا للتحرير في مجلة مدارس الأحد البابا شنودة كان على رأس تغيرات كبيرة في نظام الكنيسة فهو أول بابا يرسم أسقفا عاما للشباب وهو الأنبى موسى أتاح المجال أمام المرأة للكتابة في مجلة الكنيسة وهي مجلة الكيرازة حيث سمح لنبيلة ميخايل يوسف بكتابة باب روائع العلم وهي نفسها أول امرأة عضوة في المجلس منذ عام 1989 هو أيضا الأول بابا يقيم حفلات إفطار رمضانية لكبار السياسيين ويقيم فعليات للمجتمع المصري السياسي منذ عام 1986 كان البابا بيحرص على قضاء ثلاثة أيام أسبوعيا في دير وادي النوترون وأدى حبه للحياة الخاصة بالرهبانة إلى انتعاشها في الكنيسة القبطية حيث تم في عهده رسامة أو تعيين المئات من الرهبان والرهبات وأيضا كان أول بتريارك يقوم بإنشاء العديد من الأديرة القبطية خارج مصر وعاد تعمير عددا كبيرا من الأديرة التي اندثرت زي ما قلت لحضراتكم في بداية التنطية رحل البابا عن عالمنا في 17 مارس 2012 ليخلفه على كرسي ماري مرؤس للرسول البابا توادرس الثاني نهاية التغطية بشكر حضرتكم شكرا جزيلا على طيب المتابعة وانتظرونا في تغطية أخرى على المدار اليوم إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر